السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة بسم الله وبركاته نبدأ هنا كيلو سكر حبيبات او سكر سانيدة ومن الأفضل ستعملوا القالب اضعنا كيلو السكر نصليتر الماء يعني دائما السكر ضبلي ديال الماء هنا السكر الذي نعمل عليه الماء اول حاجة قبل نعمله على النار نحاول ندوبه 50% من هذا السكر عادة نعمله على النار فتشكل هذا اضعنا 5 دقائق عادة نعمله على النار نعمله على النار بهذا الشكل هذا نضيف عليه عندي ششكة عدية ليمونة عندي ششكة عودة القرفة واحد ثلاثة مرد قرنفل بالنسبة للأعشاب اختيارية اللي بغى يضيف لي ما بغى يشبن لكن بالنسبة المعسلات ما الأفضل قرنفلو قرفاء كافيين بالنسبة للأعشاب اذا كنت قد تتعملوا ذاك العسل تاكلوها ولا تعدلوها لأنه الفطائر والرغايف هنا عندي المظهر والمورد نص كس و بالحق قدره تعملوا غير المظهر أنا كيجبني المظهر المورد في العسل وجربه لي لم يجربته و يجبون معسلتي طيبة المورد رائعة نعملوا على النار تقريبا نص ساعة كي يكونوا صنها تشكلها هنا يميك نحيدوهم النار دائما الليمون الليمونات يكونوا المعيير بأنه بارك عليك يأخذ الوين هذا محروقين و في نفس الوقت يباقي بيض و تخرجوه باقي السكر يحمر لون الحمورة لأنه هو درجة الحرارة و السكر يشبر سخانة فميك تحيدوهم على النار هو كيزيد يكمل يعني أن هذا نزلته الحمورة ديالو أخف من هكدا و غير باستخانة ديالو هو زد طب فدايما نعتمدو على الليمون بحل يقضلكم و بشتعرفو أن العسل ديالكم أوجد هنا يغادي نعمل نص كاس ديال المظهر تخلط مع المورد تقدروا تعملوا غير المظهر بوحده ولكن جربوا المورد بوحدته بوحدته أو مع المظهر كي يعطي واحد نسمة رائعة لأن العسل و بالتالي المعسلات التي نعطيها كي نعتمدو في العسل هنا بعد ما بردت خليطة نصف المغانا هذا القوام ديالله شوفوا معيك كيف تعملوا في الليمون دياله أو القوام دياله لا تستعملوها إذا اجبرتها شابرة اغير تدفيوها غير شوية المعسلات سخونين دائما يعني العسل لا تكون شي جريع العسل تكون شابرة لكي تشربتها لكي تشرب العسل مزيئ كنتمانا يا ربي تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها و تنجح معكم لا يوجد تعقيدات بالزاير يعني تنجح مع اي واحد ما فيها شي شي حاجة صعبة إلا شوية العسل خدمتها و تقلي بغير شوية و تنجح لها و تعمل معسلات كنتم من الوصفة تعجبكم و تنجح لكم و تنجح لكم